الحوار في الكواليز اللي هيكلا متع عن حوار الهواء بالظبط يعني كان نفسي نقض نسجل سجللكم بعد كده بالموبايل حاجات اللي في الكواليز نزلها على البجرة عشان بيج فيها حاجات تقول فيها تييت لا! والله ما كانش فيها حاجات فيها تييت ايه طيب بس الكابتن محمد بيحظ بس الحاجات اللي هيبها فيها تيدي اللي هيقولها دلوقتي بقى هو قال لي خش معاك في رهان وأنا قلت له أنا مستعد أخش على رهان في الهواء في راهان يعني مش هقول ان هو كذبه بس يعني ممكن يعني تميل كافة دي شوية هو عشان لسه موجود بيرس تاو اه عشان لسه موجود هو راهاني على بيرس تاو قال لي بيرس تاو مش شايفين انه دي لعب مهم جدا فبصراح بيرس تاو معملش موسم عظيم اللي فات بس يبقى بيرس تاو بقيمة كبيرة لسه قال لي مستفادش معه بعيب دنوب افريقيا جامد ويمكن يفوق السناد ممكن يفوق علامة موجودة ومتقات فينين الاهلي ندعمه الراهان اللي هتخش بيدي الوقت دوت عندنا والكابتن حسن مصدر ماشي ماشي ايه بقى الراهاني؟ ندينا شهرين ثلاثة شهرين ثلاثة برونو سافيو لعب كويس بس فيه احسن منه لعيب ما حسيتش انه هو احسن من اللي عندي هو لعيب زكي جدا اللي عايزة تترقص فعلا بيعدي زي ما حسن كان بيقول لي برا شفت في نصر الملعب في الزنقة بيعمل لمسة واحدة وكده بس انا مستني من لعيب برازيلي ايه؟ حاجات تانية ايه بقى؟ اه يعد ويعملها واحدة ارتو تيكي في العرضة وترد سروهين ثلاثة لقدام عايز نمار يعني؟ مش نمار هي الموضوع مش نمار انت بتدفع مبلغ كبير للعيب زي دوت فانت بتحتاج ان هو يشوف الحاجة دي بالذات ما يكون برازيلي انا بقولكش وحش زي ما قلت برستهو مش وحش بس انا بقول لك بقول لك سوبر طبعا يعني كابتن عابده لما الكرة ما تلعبت لك وجبتها في الشمال عطايا عطايا ادي لك مليون دولار ده انا عارف ما صحيح يعني واحدة بصك بس انا اقول لك حاجة لعيب الجامد انا اقول لك حاجة دخلت معي الرهون انا اقول لك انه اللعيب ده يفيد الاهلي جد اتمنى عشان هو مختلف عن الموجودين يعني عادل ازنا كابتن حسد انه انت معندكش سوى العلعاب اللي يخش من منطقة الجزائق وياخد كرة بالدماغ وياخد تحرق يلعب رجله اليمين ويلعب رجله الشمال يعني هو بروفايل مختلف ممكن ما يبقاش ما يبقاش نمار اكيد بس هيفيد النادي الاهلي جد طيب اتمنى ايه على البدن بتاعه شوى الظبط لو البدن بتاعه علي حلين هيه يتمزق هيه يقصر بس خباك وكان عنده مشاكل فاول ما جيه مصر في التدريبات انه هو كان لا وكان في منطقة عالية على البحر والنفس والاكسوجين وطريقة النوم وفرق الساعات يعني كل ده كان فرق معه شوية فممكن تبقى لسه فرق معه شوية هو لعيب كويس مختلفناس لعيب برازيلي فيه لمحات كويسة بتاعه لو فرق عن اللعيبة المصرية بتكسب انت بها ماشي لو فضل في الليفل بتاعهم بما عملت بس هو النقطة كابتن فعلا ان هو يعني عارف انت بتاخد وقت احنا لما كنا بنسفر اليابان بناخد لنا اسبوع عشر تيام حتى لما بتروح هناك ما بتتأقلمش لان فرق الساعات يعني انت بيبقى التوقيت فرق فديت نقطة يعني انا اول مرة عارفة صراحة بس بردو لما تيجي تبص زي انا كابتن بيقول هو لعب في الماطش تلاتين دقيقة يعني لو تيجي تبص في الماطش لعب تلاتين دقيقة كويس جدا بياخد ويعدي ويعمل كل حالة كويسة وليكورة في ضربة سابقة وعنده رؤية وعنده كل حالة بس هل الرقم هل الرقم اللي احنا دفعناه لي دوت يديني تلاتين دقيقة بس ولا بداية المباراة يعني كبداية كبداية طبعا لا لا لسه لازم البداية بتاعه يعلق لازم يشوف يلعب سبعين تبعين دقيقة لازم يشوفه موجود اكتر من كده يعني انا اشوف اجيبني شاد حسين اول هباش ده اللي يفرق هيضيع اجوان كتيرا بس هيروح كل دي عبكورة ما بيسيبش كورة ودين نوعية البتاعتنات الاهل هي دي الروح هي دي اللي تبدأ شاد حسين احمد عبد الادر احمد عبد الادر احمد عبد الادر لازم يتملص بدانه شوية احمد عبد الادر انت بتلعبش في اسموحة مع الاحترام الاسموحة او سراميكا او 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 انت بتلعب في الادر الاهل مهما كنت حريف لازم تلعب مع الفرقة لازم تشتغل مع الناس لان محدش هيستحملك هستحملك مرة اتنين تلاتة قطع منك الكورة الرجل هيقعدك والرجل ده شكله شكله ندي على فيلر شوية عايز يجهز الناس كلها وعايز يلعب الناس كلها بدليل الناس الجديدة غير النهاردة كلها ما عندوش واللي يقولك ان هو مش مكتنع بافشة هو الراجل اكيد ليه ناس ادوار معينة يعني افسف الحساب شريف الحساب حسام حسن في حساباته كذا لعيب حمدي فاتحي كذا لعيب موجود فاحمد عبقادل لا يحسن من اللعب الجماعي شوية هو لعيب كويس طبعا وما بيفوق بيعمل فرق معينة الناس بس واحدة ليك واحدة ليك طيب طبعا طبعا